عفوا الأسماء الستة الواو رفعا الألف نصبا الياء جر الذي ليس بتمام الحروف المثنى والمذكر السالم يأخذ الواو رفعا في حين أنه في النصب والجر يأخذ الياء يأخذ الألف رفعا في المثنى في حين أنه في النصب والجر يأخذ الياء لماذا أخذ الياء نصبا وجر في المثنى وفي المذكر السالم وأخذ الكسرة نصبا وجرا في المؤنف السالم وأخذ الفتحة نصبا وجرا يعني بعبارة أخرى هناك تآخن مؤاخات ما بين النصب والجر بدليل أن النصب والجر اشترك في المسنة علامة النصب والجر واحدة فهذا تآخن النصب والجر اشترك في جمع المذكر السالم وهذا أيضا تآخن أخذ علامة واحدة النصب والجر اشتركا بعلامة واحدة في الممنوع والصرف وهي الفتحة النصب والجر اشتركا بعلامة واحدة في المؤنث السالم وهي الكسرة هذه أربعة مظاهر ليست أربعة فقط هي أربعة من عدد كبير لذلك هذه الظاهرة التآخي بين النصب والجر جملة من ظاهرة كبرى وهي التآخي في النحو التآخي في النحو كانت دراسة صنعت رسالة الدكتوراه في جامعة أم القرى وطبعت طبعها معهد البحوث في جامعة أم القرى بعنوان التآخي لكن أين في النحو وأما التآخي كظاهرة صرفية بجميع مظاهره لم يدرس لم تدرس هذه الظاهرة التآخي بجميع مظاهره أما ببعض مظاهره يمكن هناك بحوث كالتآخي بين الواوي ولياء في الإعلال هذه ظاهرة تستحق أن تدرس التآخي بين التصغير والتكسير لأننا دائما نقرأ في الكتب والتصغير والتكسير يجريان مجرا واحدا أو التصغير والتكسير تكسير جمع التكسير من واد واحد يعني قواعدهما مشتركة فهنا تآخي إذن التآخي تصريفيا لم يدرس إلا ظواهر منه ولي كتاب في التآخي كتاب مطبوع في التآخي بين التصغير والتكسير هذا مظهر من مظاهر التآخي صرفيا أما المظاهر الأخرى الكثيرة فمعظمها لم يدرس نرجع إلى موضوعنا نعم تبدو أن يكون في التآخي ترجمة نانسي قنقر